عام 2003 عندما أطلقت هذه العملية السياسية بولي بريمر كان أول واحد شجع على قيام هذه الأحزاب على إنشاء الأحزاب وإنشاءها بكثرة نعم وللمعلومات كانت هناك مؤسستين أو مركزين للدراسات تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون نعم كانت تدفع أموال في العراق لها مكاتب في بغداد تدفع أموال لشخصيات معينة كي يؤسسوا أحزابا كانت تريد أن توسع في الأحزاب أن تنتشر الأحزاب بهذه الطريقة وأي شخصية ممكن أن يؤسس حزب وحتى ما كان مطلوب عنده أن يجيب 2000 مثل ما هسه بعدين قانون الأحزاب 2015 هذا القانون البائس قبلها حتى ما كان أي شخص يتقدم بطلب خط يقول أنا أدى أسوي حزب يقول له لا أروح هذا ليس جزء من الحرية هذا جزء من الفوضى هذا لا يعبر عن حرية يعني وحتى الآن لا يعبر عن حرية يعبر عن فوضى هم يريدون أن الفوضى تسكن الساحة كلها فبالتالي هذه الأحزاب لأن هم يعرفون أن الإطار العام لم تكن كل هذه الأحزاب الخمسمية التي شكلت ما كان شكلها لم تكن انتماءاتها أو توجهاتها طائفية أو عرقية لن تستطيع الحياة غير قادرة أن تعيش لأن الإطار محاصصي الإطار من البداية ضبطه على أنه إطار محاصصي إثني طائفي بهذا الشكل فكل الأحزاب التي تعمل ضمن الإطار السياسي ضمن هذه العملية السياسية يجب أن تكون إما طائفية أو إثنية قومية ترجمة نانسي قنقر